وصلت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير شارع سار مع تقاطع شارع رقم 35 إلى 46% إذ باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوضع طبقات الإسفلت الأولية وتنفيذ أعمال شبكة تصريف مياه الأمطار هذا المشروع الذي من المؤمل الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية العام الجاري يتضمن توسعة شاملة للشارع بطول ثلاثة كيلو مترات وثمانمائة وخمسة وتسعين مترا ليصبح طريقا مزدوجا بمسارين وبعرض سبعة أمتار في كل اتجاه كما سيتم إنشاء شبكة إنارة جديدة بما في ذلك الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية إضافة إلى إنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق ما بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المواصلات والاتصالات وغيرها من خدمات البنية التحتية